السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت الذي تشاهدون وتستمعون في الى هذا التسجيل الجديد والحلقة الجديدة وهي تدوينة مرئية سأنشرها في مدونة إن شاء الله تعالى في هذه التدوينة سنتحدث عن كيف تصنع صور مناسبة لمقالاتك لنشرها في الورد بريس أو أي مكان آخر دون يعني أن تبحث كثيرا عن الصور وبتفكر يعني هذه الصورة المناسبة هذه مناسبة بدي صورة امرأة تطبخ مثلا بدي صورة أطفال بدي صورة كذا ودون انتهاك حقوق المواقع التي تنشر الصور بالمال مثل كيتي وغيرها تمام وهذه الفكرة نابعة من بيتر هذا بيتر يعني حساب بيتر وهو صاحب نومودليست وريموتوكي ويربح اثنين مليون دولار ما شاء الله عليه من مشاريعه يعني فهو أيضا ينشر كثيرا جدا من الأشياء المفيدة فانصحكم متابعة اربح اثنين مليون من مشاريعه المستقلة وعنده موظف واحد فقط يعني سبحان الله الله يزيد ويرزقنا مثله وافضل ولكم أيها المستمعون فالمهم خلينا نركز على الفكرة الآن كيف تأتي بصور جيدة موافقة لمطلوبك تنشر تنشر يعني تعملها كصور بارزة تمام لمن لا يعرف الصور البارزة هي هنا تنشر هنا في الصور البارزة يعني تضح هنا صور بارزة لمقالاتك فلنبدأ على بركة الله هنا بيتر يعني طرح فكرة جيدة جدا فانت ممكن لا تعرف الوصف نحن لن نعتمد على اي ستوك مثل ما هو اعتمد بل نعتمد على جي تي هذه يعني من اضافاتي واعتقد انها افضل لكن الفكرة فكرته من ناحية ستابل ديفيوجين او اي برنامج يحول النص الى صورة لكن هو هذا جيد يعني فلاذا راح نعتمد هنا وهو يعني المهم انه الفكرة اتت من بيتر فنشكره على ذلك تمام فاذا كيف نصنع الصور اول شي انا اقول لك ادخل لجي تي تي كله غير مجاني تمام لكن فيما سنستخدم سنستفيد كما قال بيتر من وصفه فاذا مثلا لنكتب امرأة تطبخ تمام بالانجليزية طبعا لانه لا يقبل عربية لمن يعرف الانجليزية يترجم بجوجل لانه ما في اشكالية طيب مثلا كوكي تطبخ في المطبخ حلو ونشوفوا صور مثلا خلينا نشوفوا هذه مثلا عصب المثال نحن ماذا سنفعل هنا راح ناخذ الوصف تمام راح ناخذ الوصف انهم غالبا هنا مثلا شوت اف يونج ممن ميكين اهلثي اوكي جميل تعمل سموثي في المنزل جميل جدا خلاص اخذنا هنا ناخذ نحن الوصف اوكي تمام ثم ماذا نفعل ندخل الى هذا الموقع هذا الموقع يتيح لك ان تعمل بدون يعني ان تعمل الصورة بدون تسجيل لكن انا نصحك بالتسجيل لماذا لانه يعطي لك لانه هو محدود يعني بثلاثة صور كل يوم فلما تسجل عنده يعطي لك بعض الخصائص الاخرى المفيدة في لهذا راح نسجل يعني اه نسجل عنده وانا سجلت بالاساس فيعطي لك اما فيسبوك او جوجل فانا مسجل بجوجل فراح ندخل في جوجل فاذا هذا الموقع اللي تجدون طبعا رابطة في اه التدوين التابع لهذه الحلقة اذا كما ترون اخذنا الوصف طبعا يمكنك كتابة وصف من عندك في ترجمة جوجل اذا تعرف الانجليزية او تكتبه مباشرة اذا تعرف الانجليزية تمام اه هنا يقول لي انت انت اصلا يعني مسجل خلص يعني انا مسجل ايوه بالفعل طيب main account request يعني سبحان الله نا بس يعني مفروض ندخل مباشرة طيب فين كيف ندخل login اعتقد اه هنا ثم google google تمام المفروض ان ندخل الان وسوف نبدأ في صناعة الصور التي اخذنا وصفها من gt تمام كما ترون هذا من المفروض حسابي عندي ستة اليوم ولله الحمدل زي ما حكينا يعني من المفروض انه نسجل فيه طيب فلما نسجل راح يعني يجيب لك عدة بوابات زي هيك فالمهم تدخل تدخل الى هنا هذا الوصف تمام ثم نختار النمط style الذي سوف يظهر به الصورة اه يعني هذا جيد ايضا يعني وهذا 3d جيد بس اوكي خلينا يعني نعمل بشكل عام نشوف يعني وننتظر طبعا ننتظر يشتغل في الصورة فهذه الصورة تقول لغطة لامرأة شابة تعمل سموثي صحي او يعني يعني تعد سموثي صحي مشروب عصير سموثي صحي في المنزل جميل ما جبنا شيء من عندنا يعني مباشرة اخذنا الوصف من كما ترى جميل الآن هذه يعني طبعا هذا امس قلت له قطة وكلب يتعاركان على style WWE تاع المصارع فاجاب لي زوز الكلاب يعني اثنين من الكلاب لا بس هذه زي ما شفتم انتم يعني طبعا هنا ايضا قلت له فنك يشرب القهوة في مؤتمر للامم المتحدة فاجاب فنك يشرب القهوة بالفعل وسبحان الله يعني كما ترون هنا يعني الكوب فيه يعني عروتين سبحان الله فلكن فين الامم المتحدة غير موجودة لكن ولهذا نقبلت يعني الوصف تبع قيتي رح يكون افضل صراح كما ترون هذه صورة ممتازة فاذا لننظر الى هذه الصورة وغالبا يعني لو ننزلها نحن ونستخدمها مباشرة يعني نعمل download كما ترى تمام ثم نرفعها مثلا هنا خلينا نرفعها هنا ونستخدمها لانه نحن نتحدث عن مثلا كيف تعد smoothie او ستة طرق جيدة لاعداد smoothie في المنزل وتكون هذه الصورة ممتازة لك دون دفع فلسن واحد ودون تعرض لمشاكل الحقوق تمام فاذا نعمل تعيين الصورة البارزة هنا كما ترى وهكذا أصبح لديك صورة بارزة لمقالك عن السموثي ولا هذا السموثي يعني او لا اعتقد حليب او لا اعرف يعني واضح انها تعد السموثي تمام فهكذا يعني خلينا ناخذ شيء اخر مثلا هذه شو تطبخ مثلا هذه اوكي هذه واضح انه تطهو شيئا ما اوكي جميل جدا ناخذ هذا الوصف كما ترون هكذا ثم نغلقه ثم نذهب الى ذلك الموقع ايضا اذا احتجت الصورة بشكل اكثر يعني اكبر حجما تعمل انهيس بس رح يفقدك بعض الكريديات اللي يعطيها لك مجانين يعني اعتقد يعطي لك ثلاثة بس مجانا فاذا انت اذا اردت بكسيلات اكثر فبتصرف كريديات يعني نقاط في هذا الموقع وهو يعطيك ثلاثة بس كل يوم حسب ما يقول لكن نحن لن نحتاجها لماذا لن نحتاجها لانه هنا لو كانت صغيرة الصورة بالفعل رح يقول لي هي صغيرة فكبرها هنا في ورد بريس نفسه لكن هنا ما قال لي كبرها فخلص اعتمدها مباشرة ورح نشوفها كيف تبدو يعني رح تبدو جيدة في طبعا حسب القالب تبعك رح تكون الصورة البارزة جيدة تمام فهذا مثال طبعا نحن الان في مسودة فيها مثال كما ترى طبعا هذه الصورة زي ما يقولوا جزئيا بانت فقط لكن لما تعمل الرئيسية لو نشرناه بالفعل رح تظهر الصورة جيدة تمام نحن لم ننشرها فلهذا لم تظهر لكن اقول لك انها رح تظهر جيدة زي هذه مثلا وزي هذه تمام رح تظهر جيدة ما تقلق لانه زي ما حكينا حسب القالب والهدف تحقق لانه نحن نحكي هنا عن كيف تعد صور جيدة جدا لصور بارزة لمقالاتك طيب خلينا نجرب الوصف الثاني اللي اخذناه نعمل كريت ايضا مرة اخرى ونختار مثلا ادماط انا اختار هذا ثم اضغط هنا الوصف طيب هذا عملنا وصف اختار الاول زي ما عملنا ثم نعمل كريت طبعا زي ما ترون يعني انا افقد النقاط كانت عندي ستة اصبحت اربعة لاني عملت اثنين الان معكم تمام ننتظر هذا هو الوصف يعني منظر جانبي لبالغة في متصف العمر تطبخ في المطبخ تطهو في المطبخ وتنحني وهي تلبس قفزات الفرن وتضحك تشعر بالرضا للأكل الصحي فكما ترون ها يعني ظهرت كما طبعا هو لن يأتيك لكن هنا هذه الصورة صراحة ليست دقيقة جدا انه لم تأتي بالفرن بشكل جيد جدا تمام لكن القفزات وكذا جابها صحيحة ما شاء الله عليه طيب انا نختار شيء اخر خلينا يعني من النساء يطبخنا في المطبخ ممكن نكتب kids riding bikes يعني يقودون مثلا هذا خلينا نشوف وصفة على سبيل المثال أب يساعد ابنه على ركوب الدراجة والنراء يب هكذا طبعا يمكنك اختيار اشياء اخرى انا اقول لك اقول لكم يعني حاولوا يعني جربوا الاشياء الاخرى ولا تكتب مثلا قصة رعب style تبع الرعب رح ينفعك هي تصلح ليس للمقالات فقط حتى لقصص رعب غلاف قصص رعب ثم تصممها مثلا بالكانفا تاخذ وتصممها بالكانفا شيء جميل جدا صراحة هذا الموقع nightcafe اسمه دوتستوديو اذا ننتظر لكي يعد هذه الصورة التي وصفها اب يساعد ابنه على ركوب الدراجة اه ممتاز جدا بس هذا اب كبير جدا يعني وضح لي دراجة اوكي جيد جيد الى حد بعيد يعني جيد اوكي اذا نعمل داونلود لكي ارى الحجم انو انا الحجم يهمني الحجم للماذا الحجم مهم لانو الحجم لو يكون صغير راح يقول لك خلينا نستبدل الصورة او الشيء راح يقول لك في وردكس ان الحجم الحجم غير كافي لكن هنا الحجم واضح انو كافي فاذا احذفه لانو لا احتاجها وراح ارفع الصورة الثانية وارى اذا الحجم حجم كافي الامور تمام بالنسبة لاب يساعد ابنها على قيادة دراجة الهوائي اوكي ثم نضيف هنا واضح ان حتى حجمها صغير يعني اقصد بالميجابايت وليس بالبيكسن ممتاز لم تظهر تلك انو الصورة صغيرة هذا رائع جدا اذا هكذا يعني تعملون انك تاخذون الوصف من غيتي او اي مكان اخر كما رأيتم وانا اصح بغيتي او تكتبونه مباشرة على اه جوجل ترجمة جوجل وتدخلونه لهذا الموقع السهل استخدام كما رأيتم اني استخدم ونستخدم شيء يعني خليني اكتب ترجمة جوجل لانو الان شفنا غيتي تمام لكن خلينا نشوفوا اه وصف من عندنا مباشرة مثلا ترجمة جوجل راح نعتمد على ترجمة جوجل خاصة للناس الذين لا يشدون انجليزية فايضا نغير للعربية ونكتب مثلا رمز على نهاية مكتوب على عمال شاطئ شاطئ وقربه عائلة اه زي ما نقولو اه في نسهة للبحر عسى بالمثال انفينتي سيمبل لماذا انفينتي سيمبل لاني انا اقصد هنا انو عندك صور لا محدودة مكتوبة في رمال قربها مكتوبة في رمال قربها اوكي مثلا خلينا نشوف هذه الاشياء يعني رجعنا بس خلينا نرجع خطوة اختار هذا اوكي هذا هو style مثلا اوكي 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 بارزة لمقالاتك خاصة في ورد بريس لكن ليست لورد بريس فقط يمكنك استخدامها في كراميلا وايضا كاغلفة لقصصك وكتوبك باستخدام كنفا وغير ذلك ان استخدمت مثلا style رعب او style steampunk او الى حد بعيد جيد يعني فالشاطئ والبحار وكذا رح يجبها لان هنا فالعائلة نفسها فقدناه لكن ممكن يكون المشكلة ايضا في الوصف الوصف ليس دقيقا جدا فمثلا خلينا نجرب ايضا تجربة اخرى مثلا كاتب شار في مقتبل عمره يكتب مقالا على آلة كاتبة حمراء اللون فوق مكتبه النافذة والنافذة والنافذة السوح مثلا خلينا نحذف في مقتبل عمر يعتقد رح تسبب له اشكالية اتبه ايضا نعمل هنا اتبه 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 الوصف من اتبه 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 هذا جيد هذا جيد أيضا لكن هذا هو الأجوة جيد بس فخصير جدا لكن مباشر رح نجربه أيضا بعد أن تظهر هذه آه واو هذا الشيء جميل جدا ممتاز هذه رح أعتمدها إن شاء الله رح نصقها قليلا ب آآ كنفا لكن جيدة جدا صراح آآ بالنسبة لي عجبتني طيب خلينا نحملها هو الشيء ثم نعمل ونختم ب يتي بشكل عام وهكذا يعني لأنه أصلا الشرح اكتمل والله الحمد نجرب فقط مرة أخيرة وننهي الشرح إذن هكذا كيف تنشئون صورا بارزة أو خلفيات لأغلفات قصصكم وكتوبكم أو أي تصميم أخرى تحتاجونها للشبكات الاجتماعية تغريدات ثريدات أو مشورات فيسبوك أو انستجرام دون حقوق ودون مشاكل وكما ترغبون يعني تكتبون الوصف بدقة وكما رأيتموني أنا يعني استخدم هذا nightcafe.studio و بعد الاستعانة بالله عز وجل استعانة ب gt.com وترجمة google gtimages.com ناخذ منها الوصف كما ترى جيد هذا أيضا جيد شخص يعني يكتب بالآلة كاتبة يعني هذا الوصف أيضا جيد أيضا هذا ما لدينا اليوم نلتقي في حصة أخرى إن شاء الله وشكرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والي وصحبه أجمعين سلام